بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبارك فيكم نبدأ بتفسير الآيات من سورة آل عمران في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات الكريمات يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالمسارعة إلى مغفرة الله والمسارعة معناها المبادرة إلى شيء يفوت في الآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله جل وعلا يأمر عباده المؤمنين بأن يسارعوا وأن يسابقوا إلى مغفرة منه وإلى جناته وهذا من رحمته بعباده ومحبته لسعادتهم وفوزهم وإلا فهو سبحانه وتعالى غني عنهم لكن هم المحتاجون إلى الله جل وعلا والمسارعة والمسارعة معناها المبادرة إلى شيء يفوت لأن الدنيا تمشي بالدقائق والساعات والأيام والشهور فإذا لم تبادر فاتت عليك وربما تصل إلى نهاية العمر وأنت لا تدري ولا تحسب لذلك حسابا فالمسارعة ما دمت في زمن الإمكان والمسابقة يعني سابق غيركم هذه المسابقة الصحيحة وهذه الجائزة التي تحصل نتيجة هذه المسابقة وهي الجنة سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني من الله سبحانه وتعالى والمغفرة مغفرة الذنوب لأننا خطاءون فالله جل وعلا أمرنا بالتوبة والمبادرة إليها قبل الفوات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مغفرة لمن استغفر وطلب المغفرة من الله جل وعلا وجنة عرضها السماوات والأرض أي هذه الجنة واسعة وهي درجات بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض كما في الحديث الجنة واسعة عرضها السماوات والأرض يعني سعتها وهذا ترغيب في هذه الجنة أعدت للمتقين أعدت يعني هويئة للمتقين لأنها لا تنال بالأمان وإنما تنال بالأعمال الصالحة والتقوى كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلها وهي أن تتخذ أن تتخذ وقاية تقيك من عذاب الله وغضبه وهذا لا يكون إلا بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فتفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه وتترك ما نهك الله عنه خوفا من عقابه هذه هي التقوى وعدت للمتقين أما غير المتقين لا تحصل لهم هذه الجنة الجنة لا بد لها من عمل من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورة لا تدرك بالأمان ولا بالأنساب ولا بالأموال ولا بالجاع ولا بغير ذلك إنما تدرك بالعمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات ثم بين صفات المتقين الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء في حالة الرخاء وفي حالة الشدة ينفقونها على المحتاجين وفي سبيل الله عز وجل وعد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الكاظمين الغيظ إذا غضبوا فإنهم يكذمون غضبهم وغيظهم ويتغلبون على أنفسهم كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فإذا أحس بالغضب الغضب من الشيطان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم كاظمين الغيظ والعافين عن الناس فإذا كظمت غيظك فأيضاً لا بد أن تعفوا عن من ظلمك وأساء إليك وهذا أحسن وأن تعفوا أقرب للتقوى من منعف وأصلح فأجره على الله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ترقي من صفة إلى صفة فمع أنك تعفوا عن المسيء فإنك تحسن إليه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والذين إذا فعلوا فاحشة والفاحشة هي المعصية المتناية في القبح أو ظلموا أنفسهم بالذنوب ذكروا الله سبحانه وتعالى استحضروا عظمة الله واستحضروا اطلاع الله واستحضروا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون ويطلع على ما يسرون وما يعلنون ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله عظمة الله واطلاعه وغضبه وعقابه وثوابه واستغفروا لذنوبهم طلبوا منه المغفرة لذنوبهم فهذا فيه الترغيب في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما عظمت ذنوبه وسيئاته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم يعني يرجعوا له وتوبوا إليه فلا يكفي أن الإنسان يرجو الله ويعتمد على جانب الرجاء بل لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح عمله حتى تصلح آخرته ولهذا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا لم يستمروا على سيئاتهم وذنوبهم إما أنهم يعتمدون على جانب الرجاء وإما أنهم يعتمدون على جانب الخوف ويظنون أن الله لا يغفر لهم ولم يصروا على ما فعلوا بل يبادروا بالتوبة وهم يعلمون يعلمون حالهم ويعلمون أن الله غفور رحيم وأن الله تواب حكيم وأن الله جل وعلا يغفر ذنوبهم إذا تابوا إليه ويمحوها ويبدلها بحسنات فهذا فضل من الله عز وجل ترغيب من الله عز وجل إحسان من الله عز وجل إلى عباده المؤمنين فأين الذي يتنبه لهذه الآيات وأمثالها فإنها حث من الله على التوبة والمسارعة إليها والمسارعة للجنة التي عرضها السماوات والأرض فهذا فيه الحث من الله والترغيب والترغيب أيضا من عدم التوبة وعدم الإحساس بالذنوب وأنها قاطعة عن الله عز وجل وفيها المبادرة سارع فيها المبادرة أن الإنسان لا يمهل نفسه ويقول بعدين بعدين أتوب بعدين ربما لا تدرك الوقت الذي وعدت أن تتوب فيه فالمبادرة واجبة فورما يصطر الذنب تبادر بالتوبة الصادقة من الله إلى الله عز وجل الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح نبدأ برسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت وفاء علي المحيسني هذا السؤال موجه إلى سماحتكم الشيخ صالح تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤالي للشيخ حفظه الله يوجد خدمة في شبكة التواصل الاجتماعي اسمها الاستجرام أو التويتر وهي يا شيخ صالح تبث كل ما يوضع فيها على أجهزة الاتصال ونص السؤال يا شيخ هل وضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ والأدعية والأذكار في هذه الخدمة بنية الصدقة للميت بثوابها هل هذا العمل مشروع وجائز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نشر الخير نشر العلم هذا ينفع الميت بإذن الله إذا جعل ثوابه له وأهدي ثوابه له لأنه عمل صالح ولكن ينبغي أن يتحفظ على الآيات وعلى الأحاديث من المواقع التي تخلط بين السيء والحسن وتخلط بين الطيب والخبيث فلا يضع الآيات والأحاديث إلا في مكان لايق وتحفظ عليها من الإهانة والابتدال وخلطها مع غيرها مما لا يليق نعم أحسن الله إليكم قبل أن نأخذ أسئلة الإخوة والأخوات نبدأ بهذه السئلة الفاكسية التي وصلتنا هذه سائلة للبرنامج تذكر الشيخ صالح بأنها امرأة كبيرة في السن من مصر حجت قبل سنوات تقول وكانت مريضة بالسلس البولي المستمر وأثناء تأديتها للمناسك أصيبت بكحة شديدة في حلقها نزل بسببها ومن أثرها نقط بول كثيرة على ملابسها استمر معها هذا حتى الأيام الأخيرة من الحج تقول هذا خارج عن إرادتي مع أنها تتوضى عند كل صلاة أدت جميع المناسك الحج وهي على هذه الحالة ورجعت إلى بلدها نعم إذا كانت لا تستطيع امساك البول وأدت مناسكها المناسك لا يشترط لها الطهارة الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بميناء والرمي الجمار هذا ما يشترط لها الطهارة إنما الطهارة تشترط للصلاة والطواف بالبيت فإذا كانت صلت وهي طاهرة حسب الإمكان أو طافت بالبيت وهي طاهرة حسب الإمكان يعني تتوضى عندما تريد الصلاة وتتوضى عندما تريد الطواف فإن شاء الله حجها صحيح ومناسكها صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم أحسن الله إليكم نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات نايف من الطائف تفضل يا أخي نايف حقيقة يا شيخ عبد الكريم لديّة الأذى سيدي تفضل السؤال الأول نرجو من عالي الشيخ أن يحدثنا عن الصفات الخلقية للنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم طيب يجاوب الشيخ على هذا الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في سيرته فتراجعها بارك الله فيك راجع كتاب زاد المعاذ لابن القيم مثلا أو غيره من كتب السيرة نعم كان من أحسن الرجال صورة وكان من أطيب الناس رائحة عليه الصلاة والسلام وكان من أبهى الناس طلعة فهو عليه الصلاة والسلام استجمع صفات الكمال الخلقية والخلقية نعم السؤال الثاني نايف نرجو أن تحدثنا عن غسل الجنابة مع الشيخ نعم غسل الجنابة مع الشيخ الغسل من الجنابة غسل الجنابة أن تبدأ بالوضوء بوضوء الصلاة ثم بعد ذلك تفيض الماء على جسمك تغسل راسك وتبلغه ثم تفيض الماء على بقية جسمك الواجب مرة واحدة هو المستحب ثلاث مرات نعم سؤالك الأخير نايف ما هي حقيقة الدعاء عند الملتزم وهل هناك دعاء مستجاب عند الملتزم بارك الله فيكم شكرا نعم الملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود هذا هو الملتزم تقف فيه وتدعو الله بما يسر الله لك وتهتم بما تحتاج إليه في دينك ودنياك فإنه موضع يرجى فيه استجابة الدعاء نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول مع قدوم البرد نحن نخرج دائما إلى البراري مع أهلنا ويكون الجو بارد مثل هذه الأيام جدا وعند الوضو نقوم بتسخين الماء ولكنه لا يكفي ونضطر لتسخين الماء عدة مرات هل يجوز هذا التيمم ما دام معكم يكفي وعندكم ما تسخنون هذا الماء به فيجب عليكم ذلك ولا يجزي التيمم ومعكم الماء والله جل وعلا وعندكم المسخنات والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا فالذي يجد الماء لا يتيمم نعم تفضل أخي صادق من القصيم السلام عليكم وعليكم السلام 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 الخير يارتداد طيب قصر التلفزيون اللي عندك أخي صادق إذا كان عندك تلفزيون قصر شوي لأن فيها ارتداد عندنا تفضل صادق سماحة الوالد نعم حبك حلاح يا شيخ جزاك اياك الله نعم تفضل سؤالك السؤال الأول يعني ما البدع ما البدع يعني عندنا في السودان نسأل الله السلام والعافية يعني زيارة القبور والغبور والتبرق والتبرق يا سبحان الله وهذه الحجابات والتميمة ما التميمة علي أحيانا واحد رابط حجاب علي كتفه أحيانا واحد رابط سبحان الله يعني على بطنه وأشياء ما نظر لها بهم السلطان وسبحان الله يعني سؤالي سؤالي الأخير عن الصلاة يعني فهي تفرق على الأخيرة أقصد الرقعة الأولى الرقعة الأولى الحمد والصورة الثانية ما جبتها بعد الحمد طيب شكرا واضح سؤالك تفضل يا شيخ يا أخي أنت خلطت بين مسائل كثيرة أولا زيارة القبور تقول زيارة القبور منها ما هو مشروع وهو التي يقصد بها السلام على الميت والدعاء له يعني للميت هذه مشروعة ومستحبة للرجال وأما زيارة القبور للاستغاثة بالأموات أو طلب الحوائج منهم فهذه محرمة وزيارة وزيارة شركية لا تجوز وأما السؤال الثاني وهو لم يقرأ سورة الفاتحة نعم هو هذا لم يقرأ سورة الفاتحة والركعة الثانية تبطل الركعة التي ترك منها سورة الفاتحة وتقوم التي تليها الركعة التي بعدها تقوم مقامها ويكمل صلاته يكمل صلاته هو يسجد للسهو والسؤال الثالث يقول كيف نحذر من البدع حذروا من البدع كما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور هذا تعذير فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذروا الناس من البدع والمحدثات وحثوهم على التمسك بالسنن بارك الله فيكم وهذا واجب عليكم وفيه أجر عظيم نعم خميس من مكة تفضل خميس السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام شكرا الله خير طرع فيه في ارتداد طيب يا خميس لو سمحت بس تكسر التلفزيون شوي لان في ارتداد عندنا صوتك واصلنا تفضل تفضل سؤالك السؤال الأول أنا يا أخي تعبان سوى 8 عمليات والمسيط بعيد عنها يمكن حدد 600 متر ولا أقدر أمزي إلى 20 متر وقف ما أقدر أعني أصلك المسيط ولا في أن أعني سيارة حتى أني أشغلها وأرحل المسيط طيب شكرا شكرا لك يا أخي إذا كنت كما ذكرت ما تقدر على المشي إلى المسجد وليس عندك وسيلة نقل تركبها فأنت معذور تصلي في بيتك حتى يزول عنك العذر والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمريض وللخايف الذي يحول هذا بينه وبين صلاة الجماعة في المسجد أن يصلي في بيته حتى يزول العذر والحمد لله نعم وليد بن جازان تفضل أخي وليد وأرجو أن يكون الاتصال عبر الهاتف وبعيد عن جهاز التلفزيون تفضل يا وليد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام تفضل إني أحبك في الله يا شيخ جزاك الله خير تفضل أيك الله نعم جزاك الله خير أول شيء أول شيء في ارتداد ابعد شوي عن التلفزيون يا وليد طيب عطنا السؤال قراءة القرآن من الجوال هل تلزمها طهارة طيب شكرا نعم قراءة القرآن من الجوال هل لابد له من طهارة الجوال ليس مصحفا ليس مصحفا ويقرأ ولو كان على غير طهارة من الحدث الأصغر أما الأكبر وهو الجنابة فلابد من الطهارة وأما الحدث الأصغر فتقرأ ولو كنت على غير وضوء لأنه ليس مصحفا نعم أحسن الله إليكم يقول السائل مصطفى كيف يحقق المسلم التوحيد وينال الأجر من الله عز وجل حقق التوحيد إذا تجنب الشركة الأصغر والأكبر وتجنب الذنوب والسيئات وحافظ على أداء الواجبات والمستحبات هذا يكون حقق التوحيد فهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في الحديث نعم نذكر مرة ثانية الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بفضيلة الشيخ أن يكون الاتصال عبر الهاتف بعيد عن جهاز التلفزيون حتى ما يكون هناك تردد وصدى بيننا وبين الشيخ فضيلة الشيخ هل ينال المسلم الأجر في قراءته للقرآن إذا اكتفى بالسماع أم لا بد من القراءة القراءة أفضل من الاستماع والاستماع فيه أجر قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوه لعلكم ترحمون لكن كون الإنسان يتلو هو بنفسه القرآن هذا أفضل من الاستماع نعم يقول بعض الناس يا شيخ صالح يتضايق من شدة البرد هل هذا ينقص من أجره إذا كان محافظا على الوضوء والصلوات إلا ينقص من أجره شيء وإذا حسب البرد وصبر عليه وأسبغ الوضوء فإن هذا من أعظم الطاعات قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يكفر الله به الذنوب ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الموضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الموضوء على المكاره هو إسباغه في حالة البرد أيصبر على البرد إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء وهذا البرد محتمل لا يؤثر على صحته لكنه يجد البرودة لكن ليس له تأثير على صحته فهذا له أجر عظيم نعم إذا أسبغ الوضوء نعم حسن من عسير تفضل يا حسن السلام عليكم عليكم السلام السلام حياك الله تفضل سؤالك حياك الله خير الحمد لله أمرك جمهية الجماعة جمهية فلوس الجماعة هل عليها ذك أم لا شكرا ماذا تريدون بها الاستثمار ولا تريدون بها مساعدة المحتاجين إذا كانت هذه الجمعية للاستثمار ولا يرجع إلى أصحابها المتبرعين شيء من ثمرتها وإنما يراد بها مساعدة المحتاجين هذه ليس فيها زكاة لأن مصرفها مصرف الزكاة أما إذا كانت للاستثمار طلب الربح فهذه فيها الزكاة نعم باقي سؤال ثاني حسن طيب من أفطر أياما يا شيخ لا يعلم عدد هذه الأيام ومضت عليه السنوات كيف يعمل يجب عليه أمرا الأمر الأول أن يقضي وإذا كان لا يعرف عدد الأيام يقدرها على حسب ما يغلب على ظنه ويحتاط ويقضيها الأمر الثاني يكون عليه إطعام مسكين كيلو نص من الطعام عن كل يوم كفارة عن التأخير إلا إذا كان تأخيره للقضاء لعذر لا يستطيع معه القضاء فإنه يكفي أن يقضي الأيام وليس عليه إطعام نعم يقول السائل أبو إبراهيم الشيخ هل القياس من مصادر التشريع وما مثاله هذا يسأل عنه الأصوليون الأصول الأدلة أربعة المشهورة الكتاب السنة الإجماع القياس الصحيح نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الأخت مهى تقول في سؤالها هل ترقى البنت والدتها وأريد من الشيخ صالح حفظه الله وأقول بأن الراقون كثروا في زماننا هل نذهب إليهم وحدثون عن هذا الموضوع هل ترقي ليست هل ترقى هل ترقي البنت أمها لا مانع إذا كانت تحسن الرقية من الكتاب والسنة والأدعية الشرعية فترقي أمها وترقي نفسها وأما الرقية الشرعية فهي ما كانت من الكتاب والسنة من الآيات من الأحاديث من الأدعية الشرعية هذه هي الرقية ويعتبرها سبب ولا يتكل عليها يعتبرها سبب من الأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع وتكون باللغة العربية لا تكون بغير العربية ولا يذهب إلى كل من يدعي أنه يرقي هناك مخرفون هناك دجالون وهناك محتالون يريدون الكسب يسمون أنفسهم بالرقات ويفتحون محلات هذا ما يجوز الذهاب إلا إلى من تعرف أنه يرقي الرقية الشرعية التي ليس فيها شرك وليس فيها بدعة نعم عوض معنا على الخط تفضل يا أخي عوض السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله عندي شواري أخي الله أعجزاك خير من أربع حالات طيب عوض عفوا بس أنك تكسر التلفزيون شوي الله عفيك قسر التلفزيون لأنه عندنا ارتداد تفضل أقول إمام برك الله فيك صلى بالجماعة صلاة ربعية وبعد ما فرغ من الركعة الأولى أتت جماعة ودخلت معه في الركعة الثانية والثالثة والرابعة وقام الإمام ولم يجلس للجلوس التشاهد الأخير وأتى بالركعة الخامسة فانقسمت المجموعة التي جد إلى ثلاث مجموعات مجموعتين قاموا مع الإمام وأكملوا معه الركعة الخامسة بالنسبة للإمام وجماعة السابقين والرافعة لهم في العدد وعندما سجدوا سجود السعو سلم الإمام فسلمت معه مجموعة وقام مجموعتين منهم المجموعة التي لم تقوم مع الإمام بالركعة الخامسة لعلمه من الإمام غلب وأتىوا بالركعة الرابعة لهم في العدد أي من هذه المجموعات صلاة صحيحة شكرا شكرا شك يا أخي الجواب يتلخص في مسألتين الذين قاموا مع الإمام وهم لم يعرفوا أنها زائدة فصلاتهم صحيحة لأنهم لم يتعمدوا الزيادة أو كانوا جهالا يظنون أنه يلزمهم المتابعة ولو كانت زائدة يظنون هذا أيضا صلاتهم صحيحة يعذرون بالجهل أما المسبوقون فلا يعتدون بالركعة الزائدة ما يعتدون بالركعة الزائدة وإنما يصلون أربعا مع ما أدركوه مع الإمام وما فاتهم فإنهم يتمونه بعد الإمام نعم شكرا لكم فضيلة الشيخ زملائي في الكنترول أرجو أن تنبه المتصل أن يكون الاتصال عبر الهاتف وأن يكون أيضا بعيدا عن جهاز التلفزيون فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بالنسبة للسلاع التي تباع عبر الإنترنت وأستلم المبلغ أيضا عبر الإنترنت عن طريق الصراف هل البيع صحيح؟ الأصل أن البيع يكون في مجلس يكون في مجلس بين البايع والمشتري ولكن إذا كنت تعرف البايع وتسمع صوته وحصل الإيجاب والقبول وأنت متأكد أنه من تعرفه فقد انعقد البيع وهذا مجلس حكمي هذا يكون مجلس حكمي وأما قبض الثمن فإنك تقبله بأي وسيلة نعم طيب تفضل يا أخي عبد الله من تبوك عبد الله من تبوك عبد الله تفضل السلام عليكم نعم عليكم السلام وعليكم السلام سلام عندي سآل نعم عندي سآل أولا أنا يا شيخ أبغيت كنت متزوج وأصارت مشاكل بيني أنا وأهلي عشان يجوا يشتيف في طلق فأجيت أبغيت زوجي مكان ثاني فرفضوا أهلي هل علي أطيع أهلي أم لا أطيع حون في هذا الشيء طيب يجاوب الشيخ على هذا لحظة ما شو السؤال؟ أعد سؤالك مرة ثانية وارفع الصوتي عبد الله أنا يا شيخ كنت متزوج وصارت بحيث بنتين وصارت مشاكل بين أهلي وزوجتي فأرغموني أهلي لأصم أني أطلق زوجتي فطلقتها فأقلت بغيت مكان ثاني فرفضوا وقالوا يبغل يحومون مكان على كيفهم فهل علي أطيحهم أو أبغيت زوجي على كيفي فرفضوا أهلي كما أبغل مكان فرفضوا أهلي شكرا قالوا يبغلهم على كيفهم يا أخي سؤالك ما هو تقول طلقتهم ونتقول أهلي تردوا زوجتيهم ما أدري السؤال الآن هلو عن الطلاق ولا عن أنهلك ما يبون زوجك أهلي يبغوا على كيفهم بالزواج يبغوا الزواج على كيفهم فأنا رافض هذا أنا أبغى على كيفي وقالوا أعوتي مشاكل أنا وأهلي أنت تقول أنك طلقت زوجك نعم كنت متزوج صارت مشاكل فخلوهم يطلق فطلقتها فالآن يبغوا لما كان ثانيا رافضه وقالوا يبغوا هم على كيفهم يعني تبتزوج بعد الطلاق ثانيا أين أين على كل حال التفاهم مع أهلك وإرضاءهم مطلوب ولكن إذا كانت المرأة ما فيها عيب لا في دينها ولا في أخلاقها وأنت ترغب فيها ويترغب فيك فليس لأهلك الحق في منعك من الزواج بها ولكن أحسن إلى والديك وتفاهم معهم أحسن أحسن الله إليكم يسأل فضيلة الشيخ هذا السائل عن عبارة ابتلاني الله بهذا الأمر كأن يقول ابتلاني الله بهؤلاء الأولاد الغير بارين هذا ينبي عن الجزع فعليه أنه يصبر ولا يجزع ويتسخط يصبر على ما قضاه الله له ويحسن السيرة مع أولاده ويسأل الله أن يهديهم وأن يردهم للصواب ويتعامل معهم المعاملة الحسنة نعم نايف من الطائف تفضل يا أخي نايف أهل وسلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ عندي سؤالين تفضل السؤال الأول شخص يقول أريد أن أتوب من ذروب الله أعلمها مثل أني تلفظت بكلمات قد تكون فيها استهزاء بالدين أو أفعال ولا أعلمها كيف أتوم منها وهل أنطق الشهادتين أو فقد توق طيب يجاوب الشيخ يجاوب الشيخ على هذا يا أخي من لي ما تعلمه ما عنه توبة ما تدري إلا كنت تعرف أنك أذنبت بذنب كذا وكذا واستغفرت هذا أمر مطلوب والله يغفر لمن تاب واستغفر أما أنك تقول ما أعلمها في الحديث استغفرك من الذنب الذي استغفرك من الذنب الذي لا أعلم فإذا جبت هذا من باب الاحتياط تستغفر الله من ذنوب مما أعلمه ومما لا أعلمه هذا طيب نعم السؤال الثاني يا نايف طيب فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بالنسبة لتربية الأولاد هل هو من قبل الأم أو من قبل الأبد وما رأيكم في تربية المربية هذا السؤال عن الحضانة نعم من يكون أحق بها هذه مسألة قضائية إذا كان بينهم خصومة هو الأم في الحضانة فلابد من الرجوع إلى المحكمة وأما أنه سلم للمربية هذا غلط وهذا غش للطفل فالواجب أن يربيه أهله أبوها وأمه قال صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالمسؤول عن تربية الطفل هم أبواه ولهذا إذا كبر الوالدان أو أحدهما عنده فإنه يحسن إليهما ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إذا كان لم يربياه وإنما ربته المربية كما يقول أو دور الحضانة فإنه لا يستحق هذا الثواب من الله عز وجل وربما أن الولد لا لا يصلح أو أن الولد يكتسب أخلاقا سيئة ويكون الوالدان هما المسؤولان عنه وعن تربيته نعم صالح معنا على الخط من أبها صالح تفضل تفضل السلام عليكم عليكم السلام يا أخي أنا صليت على كرسي ترفع صوتك شوية صالح صليت على كرسي وبجنب الشخص يقول لا يتدود الصلاح على الكرسي أن فيه شيخ أفتى بالعدم لأن الرسول يقول صلي قائما فإن لم تستطع جالبا وهذا لاه قائم ولاه جالب أبغى رأي الشيخ لا هذا غلط الجواب هذا غلط هو الجالس على الكرسي أو جالس على على حسب الأسهل عليه وكله جائز للعاجز عن القيام والحمد لله نعم أحسن الله لكم يا شيخنا يقول أحس بين فترة وأخرى في قسوة في قلبي فما أفضل الأشياء التي تلين القلب يكون سليما الاكثر من ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيكثر من ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن فعند ذلك يلين قلبه بإذن الله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول أيهما أكثر أجرا الحج نفلا أم أن الحج عن جد المتوفى وهو لم يحج ما رأيكم فيه الحج عن المتوفى الذي لم يؤدي فريضة الإسلام هذا أفضل من أنه يحج عن نفسه نافلة لأنه يبري ذمة الميت نعم الشيخ صالح يقول السائل أبو عبد الله عندي محل خاص بالحجامة استقدمت له من المتخصصين في هذه المهنة ليباشر العمل فيه فهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ينالني كسب الحجام خبيث يعني ردي ما هو محرم ولكنه ردي كسب ردي لأن فيه مص الدماء فيه فيكون يتعفف عن هذه المهنة ويطلب مهنة أشرف منها هذا أحسن نعم تفضل يا بجاد من جدة مع أنا على الخط السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام أرفع صوتك أبجاد السلام الشيخ الله خير تفضل هياكم الله ترى في ارتداد أبجاد لو سمحت مرة ثانية أقسر شوية التلفزيون لأن فيه تردد تفضل أبجاد بس للشيخ الدخول مع الإمام في التشاهد الأخير هل يكون إدراك الجماعة أو ينتظر لجماعة ثانية شكرا شكرا لا يكون إدراكا للجماعة إلا بركعة إذا أدرك ركعة مع الإمام أدرك الجماعة وإذا جاء الإمام في التشاهد وهو يعلم أن هناك جماعة سيأتون فإنه ينتظرهم ويصلون جماعة بعد سلام الإمام وأما إذا كان ما يعرف أن أحد سيأتي يدخل مع الإمام ليحصل على الأجر نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يسأل هذا ويقول ما مناسبة والسبب في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان في قوله تبارك وتعالى كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون وتؤمنون بالله نعم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان من خصال الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو داخل في الإيمان ولكنه أعاده لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن عن إيمان فإنه لا ينفع لا أجر فيه نعم أبو عبد الله معنا على الخط تفضل أبو عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام شكرا الله بخير يا شيخ هياك الله يا شيخ أنا عندي سوال واحد تفضل تفضل صارت شحناء بيننا ويا بس كده من بيننا وبين العائلتنا خاصة من المقالب وبين أخينا يدخلوا عننا فترة ولا يزوروننا ولا يزورهم لله في الله ولا يزوروننا ولا يعايدوننا ولا أدري وش الأسباب لدي الأسباب هذه ما لها مبرر ولا لها شيء يوزم قطيع ما رأيك شيخ يا شكرا الأسبابنا لا أعرفها أنتم أدرى بها ولكن أنت صل رحمك وإن قطعوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها فأنت أد الذي عليك وهم عليهم ما حملوا نعم أحسن الله إليكم يقول هذا سائل يا شيخ ما معنى بأن الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه وهل يشمل هذه الأيام من جلس في مكان ثم انتقل إلى آخر نعم من إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة يعني له أجر المصلي والملائكة تصلي عليه تدعو له اللهم اغفر الله اللهم ارحمه والصلاة من الملائكة هي الدعاء تدعو له الملائكة وهم استجابوا الدعوة فهذا فيه فضل انتظار الصلاة نعم متعب من الرياض تفضل يا متعب نعم وعليكم السلام عليكم السلام أخي عندي سؤالين أنا أنا عندي أخوات يشتقل ودام الجادة لنا ووالدين أنا ما بغاهم يشتقلون هو يقول الوالدين يقولون لا يجب أن يشتقلون هل يعني أسكت أسكت أو لا في الطريقة يجاوب الشيخ يجاوب الشيخ على السؤال الأول تفضل إذا كان شغلا مع الاحتشام ولزوم الحجاب وتجنب الاختلاط فلا مانع منه أما إذا كان الشغل يلزم عليه كشف الحجاب أو الاختلاط بالرجال فهذا لا يجوز وأنت مصيب في هذا نعم سؤال الثاني متعب أنا أحيانا نقرأ القرآن وغلط الحروف يعني تصير معي يعني أكمل قراءة القرآن أو كيف الطريقة يا أخي فيه جمعيات تحفيظ القرآن وفي المساجد وكثيرة احتسب الأجر ويجلس معهم وتعلم القرآن وهذا ميسور ولله الحمد نعم جزاكم الله عننا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ العلام صالح بن فوزان الفوزان استفدنا الحقيقة من هذه الكلمات وهذه الفتاوى المدعومة من الكتاب والسنة رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء أيضا أشكر زملائي في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد الزميل الذي رتب هذا اللقاء ونسق هذا اللقاء مع الشيخ في مكتبته أشكر أيضا زملائي معي في الستوديو الكافة كما أشكر زميلي مخرج هذه الحلقة ناصر البقمي الذي يخرج هذا اللقاء يتجدد اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته